سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه مبارح بالتوسع في جهود تصنيع مكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة على سبيل المثال زي توربينات الرياح الألواح الشمسية ده طبعاً لتعزيز دور الطاقة المتجددة في تنويع مصادر الطاقة اللي بنعتمد عليها في التنمية خلينا نرف تفاصيل أكتر من دفتنا الدكتور مهندس ماهر عزيز عضو المجلس العالمي للطاقة صباح الخير يا راح دايك يا فنم نورنا في صباح الخير يا مرحب صباح النور أهلاً بيكي طيب في البداية أحب أعرف من حضرتك يعني أهمية هذا التوجيه بتعزيز الجهود في مجال طبعاً توليد الطاقة وأيضاً تصنيع مكونات زي من التكلم على الواح الشمسية أو حتى توربينات الرياح الحقيقة تصنيع مكونات الطاقة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لن يكون له جدوة إلا إذا كان هناك خطة طموح تستهدف إضافة خدرات ضخمة من الطاقات الجديدة والمتجددة وبالتالي إنشاء صناعة لمكونات الطاقة الجديدة والمتجددة تصبح ذات جدوة كبيرة من هنا إحنا لازم نشوف الأساس الأساس إن فيه استراتيجية مصرية موضوع لقطاع الطاقة للتوسعات في الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث تصل مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في المزيج الكل لتوليد الكهرباء سنة 35 لما يزيد على 42% إحنا عندنا النهاردة حوالي أكثر من 60 ألف ميجا وات مركبة في الشبكة المصرية فلو وصلنا لسنة 35 تقريبا ستضاعف القيمة دي 42% منها ده قيمة كبيرة جدا لا تقل عن 40 ألف ميجا فإذا كان عندنا potential أو common أن يبقى عندنا هذه التوسعات إذن صارت الجدوة لإنشاء مصانع لتصنيع توربينات الرياح ومكونات محطات الرياح وتصنيع الألواح الشمسية ومكونات المحطات الشمسية تصبح الجدوة قوية جدا جدا حقيقة أنا أريد أن ألفت الانتباه إلى أن توجيه السيد الرئيس ده يأتي في وقته تماما لأن مصر تتطلع إلى أن تكون الصناعة هي أحد العمد الرئيسية للانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية التي نستهدفها لأن الصناعة تستطيع أن تضيف للدخل القومي مقدار كبير من العملات الصعبة نحن في احتياج لعملات صعبة الصناعة لو وقفت على رجليها كويس أو مرشحة أنها تضيف لحد 50 مليار دولار سنويا إذا نحن قوينا الأساس الضخم الذي نستهدفه للصناعة في مصر فهذا التوجيه جاي في مكانه وفي وقته وفي محله ويعني هيكون إضافة كبيرة جدا لإقصاد المصري طيب يعني يا دكتور رحل نتكلم دايما عن فكرة تنويع مصادر إمدادات الطاقة إزاي ممكن نقدر نحدد ده؟ أو إزاي ممكن نقدر نحققه؟ ده مبني على استشراف الاحتياجات المستقبلية للطاقة في مصر مستقبل الطاقة في مصر بيدل على إن تنويع مصادر الطاقة مسألة جوهرية لأن المصادر الأحفورية بطبيعتها ناضبة سواء الغاز الطبيعي أو النفط ده عمره بحسب تقديرات مجلس الطاقة العالمي عمره في العالم كله النفط حوالي 40 سنة قادمة والغاز الطبيعي لو زاد أول 60 سنة وده في عمر الشعوب والدول وقت قليل جدا جدا وبالتالي تنويع مصادر الطاقة من هذه اللحظة مسألة جوهرية لمستقبل الطاقة في مصر ده اللي بيخلي الاستراتيجية الموضوعة لتنويع مصادر الطاقة لها أهمية كبيرة جدا وتم استشراف الاحتياجات بناء على سيناريوهات المستقبل والتوسعات وخصوصا إن احنا بنستهدف مزيج من الطاقة يقلل انبعاثات الكربون إلى أقصى درجة ده يعني بمناسبة إن احنا يوم ستة في الشهر الجاي هنبتدي مقتم المناخ في شرم الشيخ قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ فإحنا المزيج الذي نستهدفه للطاقة في مصر بتنويع مصادرها يستهدف أيضا خفض غازات الاحتباس الحراري إلى أقصى ما نستطيع طبعا دي نقطة حيوية يا فندم في ظل طبعا ما يحدث في أو على كوكب الأرض الحقيقة من تغيرات في المناخ والعالم كله بيشهد على الحقيقة طيب ونحن نتكلم عن كمان الطاقة الطاقات الجديدة والمتجددة هيسأل حضرك عن توليد طاقة من الهايدروجين الأخضر يعني دي كمان نقطة مهمة جدا بس يمكن بعض الناس مش عارفة يعني ايه طاقة الهايدروجين الأخضر ايه المزايا ازاي يحصل لو حضرك تدينا نبذة عنها الهايدروجين الأخضر النهاردة يعتبر إضافة جديدة لمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم كله فالذين يستهدفون في توليد الكهرباء في قطاع الكهرباء بالذات الذين يستهدفون خفض غازات الاحتباس الحراري فأمامهم لاتجاه للطاقة الجديدة والمتجددة وما يدعمها أحد الدعمات الكبرى للطاقة الجديدة والمتجددة الدخول في عصر الهايدروجين بالذات الهايدروجين الأخضر لأن عندنا الهايدروجين الأزرق والرمادي ده أساسا مصادره أحفورية وإحنا مش عايزين ده إحنا عايزين الأخضر والأخضر ده قائم على التحليل الكهربي للمياه لإنتاج استخلاص الهايدروجين وإطلاق الأكسجين للجو فهذه العملية تحتاج كهرباء علشان يحصل التحليل الكهرباء أفضل توجه للحصول على الكهرباء لتحليل المياه لإنتاج الهايدروجين الطاقة الجديدة والمتجددة وأنا بتصور أن لو على المناطق الشاطئية كلها اللي هي مصادر المياه عندنا وحدات لإنتاج الهايدروجين فيبقى جنب كل وحدة الحقل الشمسي أو المزرعة الرياح اللي تولد الكهرباء اللي تحتاجها وبالتالي يفتح عصر الدخول في عصر الهايدروجين الأخضر المجال واسع على مصرعي لإضافات جديدة في القدرات المركبة من الطاقات الجديدة والمتجددة وده معناه أنه بيستدخل تنويع قوي في حافظة الطاقة الكهربية علشان يبقى بنخرج من الاعتماد على مصدر واحد وحيد وبالنوع ندخل في طاقة الشمس طاقة الرياح الهايدروجين كحامل للطاقة ويبقى إحنا وسعنا المجال وإحنا داخلين على الطاقة النووية أيضا في محطة الضبعة إذن حافظة الطاقة بتتشكل على نحو جديد متنوع يقوي الاقتصاد إلى أقصى درجة طيب دكتور برضو يعني من خلال رؤية حضرتك لأي مدى يمكن الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة زي الطاقة الرياح وأيضا الطاقة الشمسية لأي مدى يمكن أن نعتمد عليها في توليد الكهرباء هي يمكن الاعتماد عليها بشكل قوي وكبير في التوليد الموزع لكن في تغذية الشبكة الكهربية إحنا محتاجين سابورت من مصادر أخرى أكثر عوالية لأن الطاقات الجديدة والمتجديدة رغم مزاياها البيئية ومزاياها للمناخ ومزاياها كتنويع لمصادر الطاقة هي فيها عيب رئيسي أنها متقطعة ومترجحة ولو حاولنا تخزينها فحتى الآن تكنولوجية تخزين الطاقة هترفع سعر الكيلو وات ساعة 35 ضعف فمحدش يقدر يستخدم نظم التخزين النهاردة مطلقا وإلى أن تتطور بعد 50-60 سنة عشان تبقى كوميرشالايزد تبقى في سعر متناول ده لسه كتير فإحنا النهاردة الطاقة المتجديدة المرتبطة بالشبكة تحتاج أن تسندها محطات الأداء القوي الثابت لشبكات القوى الكهربية إنما في الاستخدام الموزع زي ما قلت لو عندنا وحدات إنتاج الهيدروجيل وجنب كل وحدة إما حقل شمس إما مزرعة رياح ده ممكن جدا جدا متشتغل 7-8 ساعات النهار وقت الشمس أو وقت هبوب الرياح ده كلام سليم جدا طبعا استخدامتها الموزعة على أسطح المنازل على المصانع الصغيرة يعني تستطيع أن هي تمد الصناعات الصغيرة والمتوسطة أيضا بالطاقة لأن غالبا فترات التشغيل تبقى متناسبة مع فترات السطوع الشمس أو هبوب الرياح إذن أنا عندي قدرة أن أستخدمها في التوليد في الشبكة على النطاق الكبير بس لازم يبقى فيه محطات الأداء القوي الثابت موجودة جنبها عشان تسندها أو أستخدمها في الإنتاج الموزع للطاقة الكهربية وإذا استخدام عظيم ويضاعف القدرات إلى أقصى مدى ممكن مفتوحة بلا حدود حضرتك شايف إزاي خطوات مصر نحو الاتجاه لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة يعني زي الشمس وزي الرياح زي ما حضرتك بتتكلم وأيضا عايزة أعرف رأي حضرتك في التطوير الشامل اللي حصل فيه منظومة الكهرباء في مصر التطوير الشامل حقيقة حصل فيه أكثر من اتجاه حصل في التوليد الكهربي إحنا لو تذكرنا الانقطاعات الكهربية سنة 13-15-15 نذكر أن المتاح كان في الشبكة 28 ألف ميجاوات بعد خمس سنين بالظبط كان عندنا المتاح 56 ألف ميجاوات ضعفات القدرات المركبة في خمس سنين أدها مرة تانية بقى 56 ألف والنهاردة إحنا زدنا على 60 ألف ميجاوات فأول تطوير حصل في التوليد الكهربي أيضا مع التوليد الكهربي حصل توسع في الطاقة الجديدة والمتجددة فبلغت القدرات المركبة بإحصاءات عام 20-19-20 بلغت القدرات المركبة الشمسية 1500 ميجا والرياح 1600 ميجا تقريبا حوالي 3000 ميجاوات ده 20 أنا أعتقد السنتين اللي فاتت حصل إضافات ضخمة لأن وزارة الكهربي أعلنت أن ستضيف سنة 23 عشر تلاف ميجاوات شمس ورياح وبالتالي ده أكيد تحت الإنشاء وتضاف بشكل عظيم إذن النقطة التانية التوسع في الطاقات المتجددة وأيضا ده في إطار زيادة التوليد الكهربي أصبح عندنا حوالي أكثر من 25% احتياطي في القدرات الكهربية ونستطيع أن نقوي الربط الكهربي بإمداد الجيران الذين يرتبطون معنا في الشبكات الكهربية بشكل جيد ويعول عليه مهمة فن محيان تفضل الاتجاه الثالث كان شبكات نقل وتوزيع الكهرباء اللي اتصرف على شبكات النقل والتوزيع في الفترة السبع سنين اللي فاتت حوالي 76 مليار جنيه تمت مضاعفة الشبكة 500 كيلو فولت مرة ونص تمت مضاعفة محطات المحولات على الجهد 500 كيلو فولت أربع مرات من 76 مليار جنيه للشبكات شبكات التوزيع بس حصلت على 36 مليار أنت عندك مراكز التحكم الميكانة في الخدمة الكهربية الشبكات الذكية داخلين فيها حصل تطوير كبير في كل جوانب نظام القوى الكهربية المصرية يعني بالفعل يا فاندم زي ما حضرتك ذكرت تحولنا من فترة تقطع في الكهرباء لا اكتفاء ذاتي وأيضا فائد وأيضا كمان تصدير أو ربط كهربائي كمان بالضبط عايزة عرف من حضرتك بما أن حضرتك ذكرت فكرة الربط الكهربائي عايزة عرف من حضرتك رؤيتك لأهمية الربط الكهربائي تحديدا مع دول الجوار زي السعودية واليونان وأبروس الحقيقة الربط الكهربائي ده يعني أفق رائع جدا للتكامل الإقليمي والدولي إحنا عندنا بدأنا سنة 98 بالربط مع الأردن والربط مع ليبيا نفس السنة وبقدرات إلى حد ما تعتبر محدودة هنا على شبكة 500-400 مع الأردن في حدود قدرة تبادلية 450 ميجا وات ومع ليبيا على الشبكات 220 في قدرة تبادلية حوالي 250 من سنتين فاتت إحنا ربطنا مع السودان بقدرة تبادلية مبدئية 60 ميجا وات إحنا النهاردة بننفذ مشروع الربط مع السعودية عبر كبل بحري يعبر خليج العقبة وأيضا بننفذ مشروعات للربط الكهربائي المصري القبروسي المصري اليوناني توطئة للربط مع أوروبا لأن دولا مرتبطين بأوروبا كلها فاللي يربط بيهم يبقى ربط بكل أوروبا أيضا في إطار اتفاقيات سابقة سنة 2017 تم توقيع اتفاقية للربط بين تمن دول مصر والأردن والعراء وفلسطين ولبنان وتركيا وليبيا في اتفاقية تربط التمن دول الربط الثوماني فعندنا طبعا الاتفاقيات التي تمت بالتوقيع مع اليونان ومع قبروس إذن أو أفق الربط الكهربائي تستهدف مصر سنة 35 أن تكون محورا مركزيا إقليميا لتجارة وتبادل الطاقة على المستوى العربي والأفريقي والأسيوي والأوروبي وبالتالي تبقى نقطة العبور ونقطة التوزيع والتجميع بيسموها إنا جيهاب مصر تستهدف أن تكون مركز إقليمي لتبادل وتجارة الطاقة سنة 35 بهذا الربط الرائع بكل ما يحيط بها في السلس قرات والمنطقة العربية وبالتالي ستبقى مركز لتجميع وتوزيع القوى الكهربية وده معناه إضافة كبيرة جدا للاقتصاد المصري أيضا الربط الكهربية ليه مزايا كبيرة سواء في خفض الانبعاثات على مستوى الحماية البيئية أو في تقليل الاستثمارات الرأس مالية في قطاع الكهرباء وتقليل الاحتياطي الموجود في دول الربط إحنا عندنا مزايا أيضا مهمة جدا جدا تأتي من الربط الكهربية الربط الكهربية أيضا هيستمد أهمية كبرى أيضا من الطاقات الجديدة والمتجددة لأن ما لا يمكن تخزينه يمكن تبادله وبالتالي الربط الكهربية قوي جدا في كل دول الربط مسألة الطاقات الجديدة والمتجددة التوسع فيها يعني كان حقيقة أنه مصر كمان عندها من العوامل يا فندم اللي تخليها فعلا تقدر تكون energy hub زي ما حضرتك بتقول إن كانت لو هنتكلم عن الميزة الجغرافية أو حتى فكرة أن الطاقات المتجددة زي الشمس وريح فهي أيضا موجودة ومتوفرة زي مثلا لو هنتكلم على بنبان فهي من أكثر المناطق سطوعا لشمس في هذه المنطقة تحديدا طب عايزة عرف من حضرتك يعني إحنا حضرتك كلمت عن فكرة تطوير منظومة الكهرباء في مصر وكلمنا فكرة أننا تحولنا من مرحلة التقطع لمرحلة الاتفاق لمرحلة كمان التصدير كان لازم عشان نوصل للمرحلة دي كان لازم يسبقها خطوات ومشروعات كبرى تقدر تغذي أو تقدر تخليها نقول يعني تقودنا أن نحن نوصل للمرحلة دي عايزة عرفت من رؤية حضرتك وجهة نظرك شايف إيه أهم وأكبر المشروعات اللي حصلت في مصر أنا زي ما ذكرت لحضرتك في قطاع التوليد الكهربي تم إضافة حتى الآن أكثر من 30 ألف ميجاوات واخد بالسيادتك في قطاع الشبكات تمت مضاعفة الشبكات في محطات المحولات تمت مضاعفة على الأقل في جهد 500 زي ما قلت أربع أضعاف على فكرة هناك بقى سلسلة من الإمدادات على مستوى القطر المصري وعلى مستوى كل القطاعات مرتبطة بالنمو اللي حصل في قطاع الكهرباء من سلسلة الإمدادات يعني مثلا المواد المستخدمة الصناعات المستخدمة إحنا مثلا يمكن باعتبارنا بنتكلم عن توجيه السيد الرئيس لتعظيم المكون المصري في الصناعة المحلية لمحطات القوى أنا أقول لحضرتك أن مصر النهاردة فيها خمس شركات كبرى لصناعة المحولات الكهربية والقواطع ولوحات التوزيع فيها خمس شركات كبرى لصناعة المنشآت المعدنية والأبراد فيها أحداشر شركة لصناعة المواصلات والكبلات الكهربية ومرحقتها فيها شركتين لصناعة العازلات فيها أربع شركات لصناعة العددات فيها حداشر شركة في صناعة الملحقات الكهربية سبع شركات في نظم التحكم شركات عديدة تربع على مئة شركة بها إمكانيات متنوعة في تصنيع أجزاء من محطات القوى الكهربية فلما يحصل نمو لقطاع الكهرباء في كل عناصره المصانع دي كلها بتشتغل فإحنا عندنا هنا سلسلة الإمدادات قوى عاملة كبيرة بتشتغل فرص توليد فرص العمل ده محطة البنبان بس اللي هي النهاردة 1465 ميجاوات ساعة الإنشاء شغلت 10 تلاف فرصة عمل واخد بالحضرتك اشترك فيها 32 مستثمر عالمي وعربي ووطني 2 مليار دولار استثمارات في بقعة واحدة واخد بالحضرتك يعني المشروعات الكهربية بتفتح مجال كبير جدا للتغذية وتنشيط الصناعات والجهود والأنشطة في قطاعات عديدة جدا مرتبطة بكل تأكيد يا فاندب احنا نشكر حضرت جزيل الشكر على هذا الحوار الثالي والغني الحقيقة نشكر حضرت جزيل الشكر دكتور مهندس ماهر عزيز عضو المجلس العالمي للطاقة نورتنا يا فاندب عشت يا فاندب شكرا